اهو! ما انت شفت اهو! موسيباني كان بياخد 180 الف دولار راح جدة بياخد 66 عندك بايلة! وهو مش جاب بطولات اللي قالي الراجل ما حقيق غيره. طب هو رايح ايه انا مالي مش ضعب اللي راياتك. اهو! اه! بس او! لا! 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 اي حد هياخد بطولات في ايه! اه بالزبط كده! يعني حتى لو كان هياخد بطولات في ايه! انا متكلم ان الوقت انت بتقول ان الراجل واخد كذا لأ جاب تلتين افريقيا ماشي وانت ابو ايه المشكلة ايو انا حتى لو وديتك ستة و ستين الف دولار بلازم متطلب ان انت تاخد بصر يا عما هو مين اللي يتحاسب بقى زي التحاسب فورا عشان بس عشان الناس ماتوديناش في حتة مسلماني بس عشان الناس انا بكلمك على كل المدربين انا اتكلم على المدربين لان ده اصلا ملف مهم جدا جدا في الكرة المصرية في فكرة المدربين الاجانب اللي بيجوا بياخدوا فلوس بلاش مسلماني خليك من اللزوم وهم بياخدوا في مرات تانية خليك في كروش ومنها السادية دي مشكلة مين يبقى في اهدار مال عام يا كبت خليك في كروش من اللي يتحاسب كله طب خلاص او حد بيتحاسب حد بيتقال من اللي خده ومن اللي ماخدش طب احنا بنقول لك اهو ان الناس دي بتيجي تشطر علينا اتوافت عند مسلمان يا كبتنا هبنا اتكلمش على مسلماني بس على فكرة انا بتكلم على مسلماني لكن خلينا اقولكوا طب واحدة واحدة ما داخلت في المتاح انا تكلمت فيها انبارح والنقطة دي نقطة مهمة جدا بالنسبة للمدربين والتفاوض في مصر في الاندية والمنتخبات مسلماني مسلا دلوقتي بياخد ستة وستين الف دولار وكان بياخد مع النادي الاهلي مية وثمانين الف دولار أقول كلمة بس في النقطة دي أقول كلمة بس في النقطة دي؟ يعني موسيماني بعد التاريخ اللي عمله في النادي الاهلي او النادي الاهلي عمله تاريخ كان يطلق على نادي الهلال او نادي النصر الصعودي صح؟ تمام بس عشان انه هو كان مدرب على قده راح لفرقة درجة تانية تمام بس هو عند شرط جزائي عشر مليون دولار تقريبا نكمل ست ماتشات بحق طيب ماشي خلي بالك موسيماني برضا اقول لك الحاجة ما كان شيح لابن يمسك النادي الاهدي حتى لو بالرقم ده وهم هو اللي اديهم لا بشكل كبير لا خلينا نتكلم بقى انت ما تجبتش العيد بقى مدرم افريقيا وهو ما كانش يحلم ان يمسك النادي الاهلي هو النادي الاهلي اللي قبره اكملكو بس اكملكو كيروش مثلا بياخد كان بياخد 130 الف دولار مع منتخب مصر مع منتخب ايران اللي 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 لعب النهاردة امام السنغال وتعادلوا النهاردة بياخد 50 الف دولار ايه رجب ده؟ عمل نتاج مع المتاجر سوارش ليه وصلك النهائي الامام الافريقية وطلعت بضربات الجزاء يا كابتن ماشي يا كابتن ماشي مين اللي بيها تفاوض؟ يا كابتن اتحاسب كوروشي ولا اتحاسب الاتفاوض معاودة فعله ماشي احنا بنتكلم على الناس اللي هو بتخب ايران جايبه عشان ما جيش نتاجك برضه اتفاوضت الناس اللي بادي غلطة مين ماشي الناس اللي تفاوضت اللي هو ما بيتفاوضوا وبيتدولوا الفلوس يا فرو انت بتقولني ان هو اصلك امم افريقيا انت لازم تخدها انت لازم تخدها انت مخدتش بطولة ما انت هتخدها ازاي انت عملت ناقل ناقل يا كابتن مش عملت ناقل بتخش يمين وتخش درجع شمال تاني انت بتتكلم على المشورة بياخد 130 بياخد 130 براحة كده 130 الف هناك في ايران بياخد 50 الف ومطالب ان هو يعمل نتائج كوية السنبات الفرق 80 الف راحوا فيين انت من تبسألنا نفس الوضع السوارش مثلا بالنسبة لنادي الاهلي 20 الف دولار في برتغال بياخد 100 الف دولار كان مع النادي الاهلي كوبر مع المنتخب كان بياخد 125 الف دولار كان مع الكونغو الديموقراطية بعدها على طول 55 الف دولار اجيري كان بياخد 180 الف دولار كوبر كان ساعتها سنة 2016-2017 يعني كان من كمسل سنين مبلغ كبير جدا طب انت دلوقتي بقى اللي هو السنة اللي فاتت مش السنة اللي فاتت ده لسه من اربع قمة شهور زينا ده هو لسه اقلوه بعد مع عدم وصوله كسر عالم صح؟ لاني كمل وبعد كده ما عرفش خسر مطش ايه في التصفيات افريقية امو جاين ماشي صح؟ تمام واخد بلق وبياخد 55 الف اجيري يبقى احنا عندنا بقى هنا عندنا ايه علي الكسار فاكر علي الكسار في الفيلم اللي هو ايه دي ببلاش ودي بفلوس فاحنا بنقول له سيبك من ابو بلاش وخليك فابو عشان بس ايه الناس ما نقولش ان احنا بس واخدين اتجاه واحد كان اجيري مع منتخب مصر 108 الف دولار وكان بياخد مرتب اعلى من هيرف رينارد في التوقيت ده في المغرب لا مع منتخبنا لا المغرب اه مع المغرب كواقب بطولة افريقيا بطولة الامم افريقيا مرتين مرتين طيب ميتشو مع الزمالك كان بياخد 100 الف دولار وكان مع منتخب زنبيا بعد كده كان بياخد 25 الف دولار اوكي اا ديسابر اللي هو كان بياخد مع منتخب اوغاندا 25 الف دولار مع بيرمتز كان بياخد 80 الف دولار انا ما بتكلمش في نادي واحد لانا على كل يعني انا ما بنقول لك واحنا كمان خلي بالك احنا في ظل امور ممكن نتكلم من فكرة الدولار ما كانتش متاحة بالنسبة لنا في الفترة اللي فاتت او في الفترة دي في الوقت اللي احنا بنلعب برضو في مصر مش في الخليج اا كارتيرون مع زمالك اشتا في الخليج ببقى اقل ماهور راح اتحاد جدة ب 66 الف انت قلت عشان قصة تانية كارتيرون مع زمالك كان بياخد 150 الف دولار بعد كده مع الاتفاق السعودي 120 الف دولار 200 الف دولار لكن في برتغال كان اقل من كده بكتير كان اقل من كده بكتير جدا بتشيكم ما خلي بالك ان الاهل والزمالك الفرق دي او المرتخب هم اللي بيعملوا اسماء الناس دي ما انت في البرتغال كان فريرا ما عرفش بياخد خمسة واربعين او ربعين حاجزة كده بالزبط كده واخد بالك ولما جي نادي الزمالك لأ علي لنساب اصلا نادي الزمالك لو تفتكر عشان الفلوس انما هو ساعته جابه في المستشار المرتضى ومعرفش ايه عشان يلبس العم لجميع ابناء الزمالك وانه هو بسبب المستشار المرتضى انما هو جري على الفلوس 200 الف دولار وهو كان بياخد عندك هنا بس مش المراضي هو المراضي اللي بياخد 180 انا بكلم عن المراضي لا المكان هنا فادي الزمالك كان اقل من كده بكتير طيب بتشيكم مع الزمالك كان بياخد 120 الف دولار مع تنجن الصيني قبل الزمالك كان بياخد 80 الف دولار هو دولة الرجل ما بيدربش ايه حتى جريده كان مع الاسماعيلي دلوقتي بياخد 25 الف دولار كان مع الوداد ايضا بياخد 25 الف دولار رجل ثابت على موقفه كان مع النادي الاهلي اكتر شوية عشان بس ده مدرب محترم طيب فكرة التفاوض هنا هي فكرة التفاوض ولا امور اخرى امور اخرى من الاخر ما تقعدش تلفه الدور في الظل ممكن ازمات ممكن ما تديه على الانديهة كلها خلي بالك على منتخب مصر وخلي بالك هم فاكرين لما بيدفاعوا مبالج كبيرة للمدربين وبيعاوز يواصل للناس ان احنا جايبين مدرب كبير او مدرب عالمي او السوفيكا لو فاكر ان المبالج كده يبقى احنا جايبين مدرب عالمي وبعد كده لما بيروح برا او بيروح من تاخوات برا او فرق برا بيكتشفوا ان ده خطأ كبير وبيكشفوا مقدام الرأي على عامل مصر لكن انت لما بتجيب مدير فني قوي وتديله وهيعمل شكل مع المنتخب ليه لا لكن انت النهاردة او مع المبالج لكن انت بتجيب مدرب قوي وتقول انا دفعت له كذا عشان يقولك بس ده جايبين سوفيكا فتور يا باقوكا